انكب القادة الأوروبيون منذ عدة أشهر على إيجاد مخرج لملف الهجرة بطريقة غير مشروعة وتوجت جهودهم تلك بإبرام اتفاق جوهري مع تركيا من شأن الحيلولة دون تدفق المهاجرين واللاجئين إلى الشواطئ الجنوبية للقارة الأوروبية اليوم توصلنا أخيرا إلى اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتهدف الاتفاقية إلى الحدي من تدفق الهجرة غير الشرعية عبر تركيا إلى أوروبا أردنا أولا ضمان التعامل مع كل مهاجر سيصل إلى أوروبا بطريقة فردية وفيما يتعلق بالتوقيت اتفقنا على إعادة كل المهاجرين القادمين من تركيا بطريقة غير مشروعة إلى الجزر اليونانية إلى تركيا بدءا من يوم الأحد ويأمل المسؤولون الأوروبيون في أن ترسل إعادة المهاجرين من اليونان إلى تركيا إشارة رادعة إلى اللاجئين بعدم مغادرة تركيا وبالبقاء فيها ومحاولة التقدم بطلبات لجوء قانونية ويقضى الاتفاق الجديد بمنح تركيا مساعدة مالية جديدة بقيمة ثلاثة مليارات يورو لتحسين الظروف المعشية لأكثر من مليونين وسبعمائة ألف لاجئ سوري في تركيا لاتفاقية اليوم أبعاد إنسانية لأن الهدف الأساسي لهذه الجهود والاتفاق هو الحلولة دون إزهق أرواح الأطفال والنساء والشبان وكبار السن في بحر إيجا ومناطق مختلفة من جيراننا ومقابل تعاونها مع الاتحاد الأوروبي بإشأن الأزمة المؤرقة لقادة القارة ستحصل تركيا بموجب الاتفاق ليس على التعجيل بإلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك فحسب وإنما على تفعيل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أيضا ولقاء السوريين الذين تتم إعادتهم إلى تركيا تعهد الأوروبيون باستقبال عدد مساوي من السوريين القادمين مباشرة من تركيا على أن يحدد سقف لهذه الآلية في بادئ الأمر من 72 ألف لاجئ وهو العدد المتاح استقباله في أوروبا